السلام عليكم في تاريخ الألعاب الطويل تحول شكل الألعاب من كذا إلى كذا وكذا لا الشاشة مو بفاضية بالغلط احنا نتكلم هنا عن الألعاب الرقمية بحيث صارت الألعاب عبارة عن بيانات تحملها من النت كيف تطورت الوسائط في عالم الألعاب ووصلت اللي هي عليها اليوم كل هذا بتعرفونا بتفاصيل جديدة عليكم في هذا الفيديو خلونا نبدأ بأول أنواع الوسائط اللي هو الكارتريج أو الشريط في بداية صناعة الألعاب الألعاب كانت موجودة دائما داخل الجهاز وما يحتاج تشتريها بشكل منفصل حتى جاء المخترع جيرلد أندرسن المعروف باسم جيري لوسن وهو الرجل اللي صنع لنا لعبة الأركيد المشهورة Demolition Derby في بداية السبعينات داخل قراج بيتهم من بعدها انطلق مع شركة Fairchild Semiconductor في مدينة سان فرانسيسكو وكان رئيس قسم الألعاب في الشركة وكان القائد على مشروع جهاز الألعاب المنزلي Fairchild F اللي صدر في 1976 وكان أول جهاز ألعاب يستعمل الأشرطة اللي كانت فكرتها من تصميمه جيري لوسن وفريقه وجدوا طريقة بحيث يحطون اللعبة في روم أو المعروف ب Read Only Memory وهي ذاكرة قابلة للقراءة الثقط وكانت توضع داخل خرطوش أو شريط بدون ما تسعق المستهلك بالكهرباء وقت الاستعمال هذه الخطوة سمحت للمستهلك ببناء مكتبة خاصة من الألعاب وبنفس الوقت تدخل ربح مستمر للشركة الصانعة للجهاز جهاز Fairchild F ما حقق نجاح لكن فكرة الشريط حقته أخذوها شركات الألعاب الثانية لاحقاً في أجهزتهم الجهاز اللي برز عليه هذا النوع من الأشرطة هو كان جهاز الأتاري 2600 اللي توفر في سنة 1977 تخيلوا مساحة هذه الأشرطة كانت 2 إلى 4 كيلو بايت هذا الجهاز برز خلال الفترة وكان من أشهر للعاب عليه Pitfall وأدفنتشر بعد نجاح كبير للجهاز وقروب نزول فيلم E.T فريق أتاري يحط أغلب أموالهم على لعبة E.T اللي فشلت فشل ذريع وكانت أحد أهم أسباب انهيار سوق الألعاب في أمريكا الجهاز الثاني اللي نجح باستعمال الأشرطة كان جهاز العائلة من نينتندو الشريط مساحته وأحجام أغلب الألعاب على الجهاز ما بين 128 كيلو بايت إلى 384 وبعضها هيوصن إلى 1 ميجا بايت وحجم الذاكرة العشوائية بالجهاز كانت 2 كيلو بايت وبعض الأشرطة كان في داخلها ذاكرة عشوائية أكثر إذا تحتاجها بعض الألعاب خلال نفس الفترة اللي بدأ فيها جهاز الـ N.E.S صدر لنا أول جهاز MSX أو المعروف عندنا بصخر وكان من صنع سوني ومايكروسوفت نزل على MSX ألعاب من شركة كونامي زي مثل غير وألعاب شركة هدسون مثل لود رانر أجهزة MSX كانت كمبيوتر أكثر من كونها جهاز العاب لكنها حصلت على نصيبها من الألعاب وكانت تدعم الألعاب عن طريق الكارتريج مثل الأجهزة لأسبقتها بعدها نظام الأشرطة استمر على أجهزة مختلفة من السوبر نينتندو إلى السيجا ميجا درايف وقمنا نشوف إبداعات بحيث صاروا المطورين يضيفوا مقطعة خاصة عليها تعطيها خصائص جديدة يعني مثلا شفنا لألعاب تقدم رسوم ومظلعات ثلاثية الأبعاد زي جهاز السوبر نينتندو وتحديدا باللعبتين ستارفوكس ويوشيز آيلند اللي استفادوا من رقاقة السوبر اف اكس وهي رقاقة معالج جانبية تساعد المعالج الأساسي الموجود في الجهاز وكانت من تطوير فريق بريطاني وهم نفسهم كانوا مطورين لعبة ستارفوكس أخيرا نوصل لآخر جهاز منزلي كان يستعمل نظام الشريط أو الكارترج وهو جهاز نينتندو 64 وكان يتميز بعدم وجود شاشات تحميل نوعا ما في ألعاب وهذا بفضل أن الكارترج هذا الجهاز اللي كانت فيها قطع مشابهة للرام تساعد على هذا الشيء عكس الأجهزة المنافسة في ذاك الوقت اللي كانت فيها شاشات تحميل لفترات طويلة ونينتندو استخدمت هذه الميزة كثير في التسويق وكانت محاولة منها لإثبات أن الأشرطة هي أفضل الوساط لكنها كانت فقط جالسة تخدع نفسها وكان جهازها هو آخر الأجهزة المنزلية على الإطلاق اللي تستخدم الشريط كوسائط للألعاب ورغم زوال الأشرطة من الأجهزة المنزلية لكن هذا ما يعني أنها انتهت من سوق الألعاب بالكامل أشرطة الكارترج استمرت بالوجود لفترات أطول على أجهزة محمولة سواء نتكلم عن الجيم بوي أو النينتندو دي أس أو السيغا جيم جير الكارترج كان يتميز بسرعتها الكبيرة بحيث المعلومات يتم قراءتها مبأشرة من الذاكرة اللي بداخلها لكن هذا ما يعني أنه كان الخيار المثالي لما نتكلم عن الوساط أسعار الكارترج كانت من أبرز مشاكله والشركات بدأت تدور عن بديل أرخص والخيار اللي حصلوه هو الكمباكت ديسك والمعروف بالاسم المختصر الشهير سي دي أقراص السي دي كانت الأرخص للإنتاج وبنفس الوقت توفر مساحات أكبر من الكارترج بسعر جدا رخيص وتم تطوير وتصنيع هذه التقنية الجديدة بالشكل مشترك من بين شركة سوني وفيليبس فمن هنا سوني وسيجا أطلقوا أجهزاتهم واستعملوا السي دي كوسيط أساسي أحجام السي دي كانت توصل إلى 700 ميجا بايت على عكس الكارترج النينتندو 64 اللي ما يزود عن 64 ميجا بايت لذلك أغلب الشركات باستثناء نينتندو انتقلوا لإستخدام السي دي وفضلوا التكلفة القليلة والمساحة الأكبر مقابل السرعة الموجودة في العشرة القديمة قبل ما نكمل حديثنا عن السي دي في الأجهزة الحديثة كان فيه تجربة مثيرة جدا للاهتمام من نينتندو جهاز العائلة الشهير من الشركة جتا فترة دعم فيها الأقراص لكن هذه كانت فقط في اليابان كانت هذه التقنية قبل اختراع السي دي وكان حجم القرص تقريبا 112 كيلو بايت وكان أرخص بكثير من شراء شريط كارترج لكن لازم تشتري له قطعة خاصة تركبها بجهاز العائلة اللي عندك في البيت والفكرة الرهيبة هي أنه كان يمديك تمسك القرص اللي في اللعبة المعينة وتروح عند الآلات وزعتها نينتندو حول اليابان وتقدر تدخل قرصك فيها وتثبت عليها لعبة جديدة وما تدفع إلا ثلث سعر اللعبة الجديدة الآلات هذه كانت مرة مشهورة واستمرت في اليابان حتى عام 2003 لكن بعد فترة رجعت ترخص أسعار إنتاج الكارترج ورجعت نينتندو لها وكانت هذه مجرد تجربة مؤقتة ما تكلل لها النجاح والاستمرار زي ما قلنا قبل السي دي كان مجرد بداية ثم شفنا تطورات عدة للأقراص جهاز دريم كاست من سيقا واللي صدر لنا في سنة 1999 كان يستعمل نوع وصائد خاص فيه وهذا النوع كان من تصنيع شركة ياماها المعروفين بتصنيع معدات موسيقية وجراجات نارية اسم هذا النوع كان جيجابايت ديسك والمعروف بجي دي مساحتها كانت 1 جي بي وكان صعب التهكير على عكس السي دي اللي كان تهكيرها جدا سهل والمميز بالجي دي هو أن نقسم إلى ثلاث أجزاء الجزئية الأولى لونها رمادي غامق وهذا الجزئية مثلها مثل السي دي وحجمها 35 ميجابايت وعادة يخزن فيها جزء من الموسيقى ورسالة تحذيرية بأن هذا الدسك يستعمل فقط لأجهزة الدريم كاست الجزئية الثانية وهي الأكبر ومساحتها 1 جيجابايت وتحتوي على المعلومات اللعبة نفسها بينما الجزئية الثالثة واللي مكانها بين الجزئيتين اللي ذكرناهم فهنا يتم حفظ ما تبقى من موسيقى اللعبة مع كل جيل جديد من أجهزة الألعاب الشركات تقيم أفضل خيار لها من بين الوسائط المتوفرة لما وصلت سوني إلى البلاي سيشن 2 قررت ترك استخدام السي دي والانتقال لوصيلة أفضل هنا تحولت إلى استعمال تقنية تدعى Digital Versatile Disc أو المعروف بـ DVD وكان مساحة حوالي 4 جيجابايت وتم تطويره وتصنيعه أيضا من قبل أكثر من شركة منها سوني وبايونير دعم جهاز البلاي سيشن 2 للـ DVD ساعد في رفع مبيعات الجهاز بالشكل الكبير لأن في وقتها سعره كان قريب من سعر مشغل الـ DVD الخاص بالأفلام فكان البلاي سيشن 2 خيار رائع جدا للناس يحصلون فيها لجهاز ألعاب حديث وبنفس الوقت يقدرون يشغلون أفلام الـ DVD اللي كانت صيحة وقتها الآن ننتقل لواحد من أغرب الأجهزة من ناحية الوساط واستخدامها الجهاز هو الـ GameCube أول جهاز نينتندو يدعم الأقراس بحيث اقتنعت الشركة أخيرا مرغمة أنها تتنازل عن وسيلة الأشريطة القديمة ولساروا مطويرين ما يبونها أبد بس ليش نظامها كان غريب؟ لأن القرص كان شكلها غير المعتاد بعث كان صغير بنصف حجم القرص الـ DVD العادي القرص كان من تصنيع باناسونيك وسبب اختيارهم لهذا النوع كان حتى يقللون من التهكير للألعاب بنفس الوقت يتجنبون دفع فلوس ترخيص استعمال تقنية الـ DVD حجم قرص الـ GameCube كان 1.5 جيجا بايت وهذا أجبر بعض الشركات الطرف الثالث إلى تقديم ألعابهم على أكثر من قرص وأيضا جودة الفيديوهات والمقاطع السينمائية للألعاب الطرف الثالث كانت سيئة بسبب ضغطها لتصغير حجمها ولازالت الوساط تتطور والشركات تحاول تبتكر طرق جديدة بلاي سيشن بورتبل هو أول جهاز محمول من شركة سوني والشركة قررت أنها لا تتبع باقي الأجهزة المحمولة بأسلوبها وتستخدم الأشرطة جهاز ألعاب سوني المحمول الأول والذي صدر في 2004 صنعته سوني كرد لنينتندو على جهاز الـ DS وكان يعتبر المنافس الوحيد الناجح ضد نينتندو في سوق الأجهزة المحمولة وسوني استخدمت فيه نوع جديد من الوساط وهو كان قرص اسمه Universal Media Disk أو المختصر بالـ UMD والغريب في تصميمه أنه كان ديسك لكن في نفس الوقت حجمه صغير ومغلف بحيث يناسب طبيعة جهاز سوني المحمول ومساحة الـ UMD كانت 900 ميجا بايت والقرص بالطبق المزدوجة منه يوصل إلى 1.8 جيجا بايت لم وصلت سوني إلى جهاز البلاي سيشن 3 قررت أنها مرة ثانية تطور نوع جديد من الوساط هنا سوني ابتكرت أقراص البلوراي وتم تسميته كذا لأن الليزر اللي يقرأ المعلومات من القرص لونه أزرق أقراص البلوراي بشكل عام قادر على حفظ المعلومات بكثافة كبيرة وبفضل الليزر الأزرق فإن الأجهزة تقدر تقرأ هذه المعلومات الكثيفة على عكس الليزر الأحمر اللي يستعمل طول الموجي الطويل لقراءة الـ DVD و CD سابقاً أيضاً البلوراي هو أول قص يدعم فيديوهات حتى جودة 2160P وبعدد إطارات يصل إلى 60 على عكس الـ DVD اللي كان حدها 480P وطبعاً مساحة أقراص البلوراي تصل إلى 100 جيجا لكن عيبها الوحيد هو أن قراءة المعلومات فيه بطيء وهذا الشيء ما يضر إذا كنت بتابع فيلم لكن بالنسبة للألعاب فيه مشكلة كبيرة وهو سبب الرئيسي اللي خلينا نثبت الألعاب على جهزتنا بشكل إجباري مشكلة سوني الرئيسية مع البداية الضعيفة لجهاز البلاي سيشن 3 هو أنها كانت تتوقع أن استخدام البلوراي بيدفع الناس لشراء الجهاز مثل ما صار مع البلاي سيشن 2 والـ DVD لكن الواقع كان مغير وتقنية البلوراي كانت مكلفة ورفعت سعر الجهاز البلاي سيشن 3 بشكل كبير وفي نفس الوقت أفلام البلوراي ما حققت إلا انتشار ضعيف في المقابل الأكس بوكس 360 استعمل أقراص الـ DVD لكن هذا الشيء ما استمر لأن بعد فترة استعملوا نوع وصائد خاص فيهم كان اسمه XDG3 من تصنيع مايكروسوفت نفسها وتم إنتاجه فقط لمحاربة القرصنة على جهزة الأكس بوكس 360 بينما سوني كانت تحاول تدعم صيغة بلوراي وتدفعها للنجاح عن طريق جهازها مايكروسوفت حاولت تنافسها بالصيغة مفادة وكان اسمها HD DVD والتي كانت من تطوير تشيبا وكانت أقراصة توصل مساحتها إلى 30 جيجا بايت لكن للأسف هالصيغة كان دعمها ضعيف من استوديوات الأفلام مما أدى للتخلي عنها وتحول الجميع إلى البلوراي في نهاية المطاف وهذا تضمن جهاز مايكروسوفت الجديد الأكس بوكس 1 واللي صار يستخدم تقنية بلوراي للوساط نينتندو استمرت في استخدام سيغة تخزين خاص فيها عشان تبتعد عن دفع رسوم استخدام أقراص بلوراي أو DVD جهاز الوي كان يستعمل قرص خاص فيه قريب من الـ DVD من تصنيع باناسونيك وكان يستعمل نفس التقنية الحصرية من نينتندو اللي استخدموها على جهاز الـ GameCube لكن على قرص أكبر حجم ومساحتها تبدأ بحجم 4.7 جيجا بايت وقرص دبل لير حجمه 8.5 جيجا من جهاز الوي اللي التبعه أيضا استعمل نوع قرص خاص فيه وكان السبب عشان ما يدفعون رسوم استخدام البوراي أجهزة الألعاب في الجيلين الماضين قدمت خيار جديد للناعبين بالإضافة لأنك تقدر تشتري الألعاب على قرص فأنت أيضا تقدر تشتريها بشكل رقمي وهذا بفضل أن أجهزة الألعاب مثل PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 وال Xbox One وكذلك أجهزة نينتندو مثل الوي والوي يو كلها صارت تحتوي على وسيلة للتخزين مثل القرص الصلب أو الهاردسك مش فقط نستخدمها لتحميل الألعاب بشكل رقمي لكن أيضا لشيء مهم وهو تثبيت الألعاب اللي عندنا على ديسكات كل جهاز الألعاب فيه ثلاثة نواع من الذاكرة الأولى وهي الذاكرة العشوائية اللي حجمها على الأجهزة الحالية 8 جيجا الذاكرة الثانية وهي القرص الصلب وهي مساحة تخزينية والأخيرة هي الذاكرة التخزين على القرص وحجمها 50 جيجا حجم الذاكرة العشوائية وهو 8 جيجا يعتبر صغير وما يروح كلها للعبة لأن النظام التشغيل يأخذ جزء منه لكنه يعتبر الأسرع من باقي الضواكر بينما لما تقارن سرعة القرص الصلب وشريط بلوراي فبتشوف أن القرص الصلب أسرع بست أضعاف في قراءة المعلومات أقراص بلوراي سرعة قراءتها هي 25 ميجا بايتس بالثانية العكس القرص الصلب اللي يقرأ المعلومات بسرعة 160 ميجا بايتس بالثانية لذلك عشان تخلي شركات ألعابها تشتغل بشكل أسرع صار تخلي اللعبة تتخزن من البلوراي إلى القرص الصلب على الجهاز وبالتالي تصير عملية القراءة أسرع قبل ما نتكلم عن الجيل القادم لازم نذكر جهاز نينتندو الهجين الجديد الجهاز كان يستخدم نوع جديد من الوسائط يشبه الشريط في الشكل لكنها في الواقع ذاكرة SD نفس الفكرة تماما استخدمت في آخر جهاز محمول من سوني وهو البلاي ستيشن فيتو في الجيل الجديد يبدو أن أقراص بلوراي تستمر تكون الصيغة الرئيسية لأجهزة سوني ومايكروسوفت الجديدة لكن هالمرة التغيير الرئيسي القادم بيكون الاعتماد على ذاكرة SSD كوحدة التخزين الرئيسية للأجهزة استخدام SSD كان ممكن في جهاز البلاي سيشن 4 لكن قدراته كانت تحد بشكل كبير بسبب أن المنافذ التي تنقل البيانات في الجهاز ما تتيح له يعمل بسرعتها الكاملة مثل ما صار في الجيل الماضي في الجيل القادم الأشخاص بيقدرون يوسعون ذاكرة التخزين بأجهزاتهم وترقيتها بشكل ما طبعا SSD أسرع بالقراءة بشكل ملحوظ من الأقراص الصلبة التقليدية واللاعبين بيلاحظون الفرق بالشكل الكبير لما يجربون الأجهزة الجديدة بيقدرون يوظفون القدرة والسرعة الكاملة لها لأن الجيل القادم بيحتوي على المنافذ اللازمة لتحقيق هذا الشيء بكذا نكون شرحنا الوساط في الإلعاب من ظهورها إلى آخر التطورات الحديثة نتمنى أن نكون فتناكم بالمعلومات الجديدة وحمسناكم للجيل القادم كان معكم نواف النغموش لا تنسوا أن تعطونا لايك على الفيديو وتشتركه بم القناة يا أحلى متابعين